الآن بالنسبة صلاح الدين غني عن التعريف بالفساد مالتها لأن هي مستباحة من أطراف بغداد إلى أطراف فديالة إلى أطراف العنبار إلى أطراف كاركوك وأطراف الموصل بسبب الفاسدين اللي واضعين يدهم على محافظة صلاح الدين ويدعون بزعامة المحافظة فهم زعامتهم أعتقد بالفساد والحرمنة واللي كل شيء مكروه ومستباح لديهم موجود أن لا أي شيء إيجابي لا يوجد لكل مسؤولين صلاح الدين ألا ما رحم ربي من بينهم فبالنسبة للآثار اللي موجودة في سامراء حسب الوثائق اللي أرسلتها لكم والوثائق اللي موجودة أمامي هسا يعني هاي الوثائق شير أحد السندات اللي موجودة أمامي هو إلى تجاوز على أراضي الجبير وأبوه هاي الوثائق شير إلى آثار زمين المخرج إذا إلى أراضي جبيرية يعني قطعة الأرض اللي هي مساحتها 400 و400 دونم و500 متر يعني ما يقارب 400 دونم وربع يعني هاي بالنسبة لها رقم القطعة 1 على 13 مقاطعة 22 اسم المقاطعة جبيرية اللي هي يصير بالقرم من معمل الأدوية ما سامراء والقطعة الثانية اللي هي 1 على 16 22 جبيرية أعتقد مساحتها تقريبا بحدود 400 لكن بالحقيقة هي هاي مساحة الأرض اللي موجودة فيه اللي تابع للآثار سامراء تبلغ أكثر من 6000 دونم استباحت من قبل مسؤول الآثار اللي هو حسن مسجون ابتهم الفساد محكوم علي اللي هو أعتقد اسمه عمر مسؤول الآثار وقائم مقام السابق السامراء وقسم من المتنفذين بالمحافظة المحافظة الأسبق اليوم رفعت عنها الحصانة ومعاونين المحافظة وكل المسؤولين بالمحافظة هم مشركب هذا الملف لأن في كل الأحوال إذا كان المحافظة أو النوام مالته فهم مسؤولين الوحدات الإدارية في محافظة صلاح الدين بالعموم فأي علامة استفهام تخص الفساد في هذه الدوارة تابعة للمحافظة فهم شركاء بها لأنهم مسؤولين عليها وما يقدر أي مسؤول يصرف بها إذا لم يعلمهم وبأرادتهم بالنسبة إذا ردنا نحسب القطعة القطعة اللي هي 1 على 13 22 جبيرية مساحتها 400 دونم إذا ردنا نقسمها قطع أراضي ونوزعها للمواطنين ونبيعها حسب أسعار اللي موجودة بالسوق في سامراء إذا الميت متر بخمسين مليون فالدونم يسوي بحدود مليار لأن 20 قطعة على خمسين مليون تحسبها يسوي مليار هي اللي موجودة بالسند 400 دونم يعني هاي 400 مليار والقطعة اللخ بحدود 400 مليار فهاي بالنسبة إلى التخمين ما الآثار اللي موجود عدي وأنا رسلت إليش بعدة فقرات يقيمون الأرض اللي مستباحة من قبل الفاسدين في سامراء وفي محافظة صلاح الدين قيمتها أعتقد 169 مليار بس هو مو تقييم صحيح التقييم مالاته مو تقييم صحيح لأن تقييم هم ما يعرفون بالأرض اللي موجودة في سامراء وما يعرفون قيمتها لأن أقلبهم اللي يقيموا هذا اللجنة اللي شكلت برأسة بأمر من وزير الثقافة والإعلام جميع اللجنة هي بالنسبة إلى من خارج محافظة صلاح الدين من وزارة الثقافة في بغدار طيب لكن اللي قام ببيع الآثار حسب المعلومات والملفات اللي موجودة وأرسلتها لكم هو اللي قام ببيع الآثار المهندس عمر عبد الرزاق محمود هذا هو اللي قام ببيع الآثار بالاشتراك طبعا هو تدرين كمدير آثار مسؤول على آثار سامراء هو متهم بقضايا هواي بالفساد يعني من ضمنها معذنة الملوية اللي يتكلم هسا علي الساد الشمري قال هو بالسجن طبعا هو بالسجن محكوم لأن بعد اختلاسه تسعة ونصف مليار من ترميم معذنة الملوية ثبتت عليها وانحكم عليها لكن هاي القضايا اللي موجودة في سامراء اللي هسا ملفاتها عدكم وهسا عرضناها ونتكلم عليها هي بالنسبة للآثار هاي شركة بالنسبة القائم مقام هو رئيس وحدة إدارية وبالنسبة للعمر مهندس عمر مسؤول آثار وهناك الشيوخ وضعت ايديها على دوانم من هذه الآثار وقامت بتخسيمها وجعلتها مناطق سكنية وراحت انمحت الآثار من عدها وتبعت الأحياء السكنية اللي موجودة وبالتعاون ومديرات ماء سامراء وصلاح الدين قاموا بحفر أنابيب الماء وإيصالها إلى هاي الأحياء السكنية بالكامل وكان ما أحياء سكنية قام توزيعها الدولة إلى حالة الأحياء السكنية اللي تم في منطقة العرموشية وغيرها في سامراء وتوزيعها إلى المواطنين وقاموا بالسكن بها لأن المواطنين اشتروا بفلوس ترجمة نانسي قنقر